أماكن أثرية مثل التكية السليمانية وسوق دمشق ينفطر قلب السوريين حزنا وألما عليها وذلك بعد أن تم إغلاق أبوابها وترحيل الحرفيين والعمال منها فما الذي يحدث ولماذا تم إغلاقها ومن وراء هذا القرار سأحكي لكم أن صف زياني في الملخص الجامع الأموي وسوق متحد باشا وسوق الحميدية وقهوة النوفرة ودمشق القديمة وغيرها الكثير حتى التكية السليمانية أماكن كثيرة أثرية يعمل بها العديد من الحرفيين السوريين وهي تعتبر مورد رزق هام لهم لعرض بضاعتهم وممارسة حرف مميزة ويطلق عليها قلب دمشق إلا أنها في الآوينة الأخيرة غدت حديث الناس خصوصا أن المكان الأثري أغلق أبوابه بأمر من الحكومة في سوريا بحجة أعمال الترميم ليعم الحزن والقلق والخوف والضياع الذي شعر به من كانوا يعملون في هذه الأماكن الأثرية وخصوصا بعدما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعية أظهرت أصحاب الحرف يفرغون محلهم من أدواتها حيث أصبح الخوف سيد الموقف فأماكن كثيرة من سوريا اتخذت فيها الإجراءات ذاتها دون أن يعرف لها مصير حتى اليوم كما تداول السوريون عشرات الصور ومقاطع الفيديو لعمليات الإخلاء التي شملت نحو سبعين محلا كانت على مدى سنوات تبيع الهدايا التراثية والتذكارات والقطع الفنية والفضيات والحلي المشغولة بحرفية عالية لكن وزير السياحة نفى صحة ما يجري تداوله عن منح الموقع الأثري التكية السليمانية للقطع الخاص وقال إنها ملك لوزارة الأوقاف وليست لوزارة السياحة كي تتصرف بها وأن ما يجري في التكية هو المشروع الأكبر من نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة الأولى منذ إنشائه كما أوضح أن أعمال الترميم الجارية بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات وهدفها صونه والحفاظ عليها وأكدا أنه لا بد من إخلاء سوق المهن اليدوية التي توجد في التكية الصغرى لأن أعمال الترميم وصلت إلى هذا الجزء وكشف أن نحو أربعين حرفيا سيجري نقلهم إلى حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية ويعود بناء التكية السليمانية في دمشق إلى العام 1554 في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي أمر ببنائها على أنقاض قصر الظاهر بيبرس وضمت مسجدا ومدرسة الباب العالي وأشرف على بنائها المهندس التركي الشهير معمار سنان والمهندس الدمشقي شهابدين أحمد بن العطار وتتألف من قسمين هما التكية الكبرى والتكية الصغرى كما استخدمها الانتداب الفرنسي مقرا للقوات الفرنسية وفي عام 1934 خصص جزء منها لكلية طب الأسنان ولاحقا استخدمت بصفتها مدرسة شرعية وفي السبعينيات جرى تخصيص التكية الصغرى لإقامة صوق للمهن اليدوية والأنتيكة بهدف دعم الحرف التراثية ومنح الحرفيون المحال بأجور رمزية كما أقيم فيها معمل الزجاج اليدوية وورش لصناعة الموازيك والفضة والذهب والحلية وغيرها من الفنون اليدوية التقليدية الأخرى إضافة لحياكة حرير البروكار إلى أن جرى إتمام إخلاء التكية الصغرى أي صوق المهن لاستكمال مشروع الترميم وإعادة التأهيل والمتوقع الانتهاء منه عام 2025